السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ و اكل الضيت ما تنسيش تشتركي بقناتي و تفعلي اول جرز عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة هقدم معاكم النهاردة وصفتين لحالة سريع وصحي اول وصفة بمكونين و تاني وصفة برضو بمكونين عملتهم من غير اي نشويات ولا دهون ولا زيوت اه كمان من غير فرن سهلة جدا مش هتاخد منك وقت خالص و هتعجب الاولاد يعني هي تناسب الضيت و غير الضيت كمان مش هتتخيلوا الوصفة قد ايه سهلة و بسيطة و لذيذة جدا والمكون مش هيخطر على بالكو اه حدا هيقول لي ده لون المنجة لا هي مفاش منجة خالص تعالوا مع بعض نشوف الطريقة و المكونين اللي هقول لكم عليهم او الوصفة هستخدم فيها اليوسفي او البرتقان فقشرت اليوسفي اربع وحدات و حطتهم في الخلاط و معايا وحدتين من الفاكهة الجميلة اللي اغلى ما بنحبها وهي فاكهة الكاكي انا مش هستخدم جيلاتين خالص في الوصفة ولا نشا و زي ما قلت لكم كمان هي على البارد فا اول وصفة اه هتبقى الاربع اه سمرات من اليوسفي ممكن نبدلهم بسمرتين من البرتقال في الخلاط و عليهم وحدتين من الكاكي التحلية هنا اه انا مش هستخدم تحلية هي تحلية مظبوطة انما لو بتحبوا ان تزودوا يعني التحلية ممكن تزودوا بالعسل النحل او بالطمر التاري انا ضربت المكونين في الخلاط بالشكل ده وبعد كده صبتهم في الكاسات بصوا القوان بتاعهم اه تقيل ولسه لما هتتحط بقى في التلاجة هتتقل اكتر الكمية دي عميتلي كاسين اه طعمه لزيز جدا وبعد ما طلع من التلاجة زي انتو باوراق النعناع اه شايفين قد ايه الشكل راقي اتدن وشاهي اه تاني وصفة انا استخدمت تربعمية ملي من الحليب اه طبعا هو مغلي وبعد ما سقع حطيته كده في الخلاط وهضيب بقى عليه المراتي اربع سمرات من الكاكي واحنا طبعا لما بنشتريها اه ممكن ما تبقاش مستوية كده فبنشلها في التلاجة لحد ما تستوي انا مش هقشرة واستخدمها بقشرة انا عندي الخلاط هيطحن اه المكونات كلها ناعم جدا فبش محتاجة ان انا ايه اه اشيل القشرة يعني كمان هنا التحلية دي مظبوطة بس لو حابين ان انتو تزودوا اه اه التحلية شوية بتحطي حوالي خمس وحدات من التمر الطري او معلقة من العسل النحل ضربتها في الخلاط القاوم بتاعها سميك ولسه لما تتحط في التلاجة هتتقل اكتر استخدمت اه في التقديم اه ممكن اشكال سيليكون عندك تضيف تحط فيها او مسلا اه تعبيف الاكواب زي ما هعمل كده يعني طريق التقديم مختلفة اه طبعا هي بتتاكل كده لوحدها مشبعة جدا ممكن تفطره مسلا بكوباية من دي فطار مشبع وصحي ولذيذ السمرة بتاعة الكاكي فيها فوائد كتير قوي اه كمان بتعالج الانيميا وآآ عايزكوا تخشوا كده على جوجل تعملوا بحسة هتلاقوا فوائد كتير جدا للكاكي وهبقى نزلها برضو على المنتدى وده شكل الحلق الاولاني اللي عملناه بليوسفي آآ بعد ما طلع من التلاجة هوريكوا كده القوام بتاعه بعد ما تقل ان شاء الله تجربوا الوصفتين ويعجبوكوا جدا هي عجبت الولادة عندي الحمد لله بس يعني هم لما دقوها مش عارفين المكونات عبارة عن ايه يعني هم قاعدوا يسألوا آآ لان الطعم مختلف هم مش عارفين يميز بالطعم آآ هو حاجة حلوة كده وخلاص محدش هيعرف مكوناتها ايه آآ دي بقى الطريقة التانية اللي كانت بالحليب آآ هي دي آآ قوامها اتقل من اللي بليوسفي علشان الحليب طبعا بيبقى آآ لو مسلا فيه اشتا او هو كامل الدسم وكمان انا مزودة اللي كاكي فيها فقوامها كان اتقل هتشوفوا برضو القوام بتاعها دلوقتي آآ ما هطلع لكم منها بالمعلقة طبعا انا ما ضفتش اي تحلية خالص هي طعمها حلو آآ جدا ان الكاكي طبعا ما بتستوي بتبقى مسكرة فمش محتاجة يعني بصو دي قوامها اتقل ازاي مستخدمناش بقى لا نشا ولا ولا جيلاتين ولا اي حاجة. وآآ دي بقى اهلا ما طلعت من التلاجة بيتتهى يوم من بالليل لحد تاني يوم الظهر. وطلع هيبقى كل سهولة. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو. وآآ اشتراك بالقناة لو لسه ما اشتركتيش. آآ واللي مش بيوصلوا اشعارات مني ياريت آآ يدخل يعمل بحس باسم القناة يلغي الاشتراك ويفعلوه من اول وجديد. واشوفكو على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركه اليوم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة